حلقتنا اليوم سنتعلم مع بعض عن جميع اوضاع نسخة و تصوير المساندات في الطابعة كنون MG 2540S سنتعلم كيف ننسخ المساندات ورقة ورقة منفردة ونتعلم كيف ننسخ المساندات على الوجهين ونتعلم كيف ننسخ أو نصور بطاقة الهواء على الوجهين فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفوصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماذاكم اخوان امين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله اكونوا بخير وفي قبل حال معيكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقتنا اليوم سنتعلم مع بعض عن جميع اوضاع نسخة و تصوير المساندات في الطابعة كانون MG 2540S وان شاء الله الحلقة تنال اعجبكم فاول حاجة ننسخ الورقة قدامكم الورقة ديت وش بس وظهرها ابيض ازاي؟ نفتح باب المسح الضوء عادي جدا للأعلى كده تمام؟ ونضع الورقة ضهرها علينا والكلام على الطبع التحت ونبدأ نشأ الورقة بالطريقة جدا للسهم 1993 السهم هو بداية التصوير انا الان ورقة نضعه ولا اضعه ولا لقد علا بحسن تبدأ الألابد وسهر ثم ا проходر المسح الضوء عادي جدا ونظر لدي الض defensوء حتىستقبل الضوء ثم نش انسخ بالقبل والسود ف sign Language وعندما أطلحت هذه اللمة نورت ونطفت مع أنها سلمت الأوردار وهذه السرعة الطبيعية لأي طابع سائلة كما ترون أن نستخدم الورقة بكل سهولة الآن أنا لدي هذه الورقة وشه وضغر أريد أن أطلح نفس الشكل بالضبط على الوجهين سوف نفتح باب المسح الضوء عادي جدا ونبدأ أن نضع الوجه الأولاني كما تعلمنا ونقف الباب المسح الضوئي ثم تختار ألوان أم أسود؟ أنا أختار هذه المرة ألوان مع العلم أن هذه الزرعة يلغي أو يكانسل أي أمر إذا كانت تبعه أو تصوير أو سقنر وهذا البلاك هو الأسود والكالر هو الألوان ونسخ الألوان يبقى أبطأ من الأسود يعني الأسود يبقى أسرع ثم نفتح باب المسح الضوء عادي جدا ونقلب الورقة على الضوء الأخرى ونقف الباب المسح الضوئي ثم نضع هذه الورقة قدامنا ونقلبها على الظهر الثاني ونضع الظهر الثاني في درج الورقة بحيث أن الظهر الورقة الأبيض يبقى قدامنا ثم نضغط على زرار النسخ بالألوان كما ترى صورت الورقة على الواجهين مثل الأصلية بالضبط الموضوع سهل على سبيل المثال عندي بطاعة الهوية أريد أن نسخها مثل المكاتب بالضبط يعني أصورها مثل المكاتب بالثورية الخارجية كيف نضع باب المسح الضوئي ونضع البطاعة بالطريقة ونضع البطاعة بالطريقة ونضع فراغ قليلا لأنه يمكن أن أول خطة لا يخرج سنضع تحت قليلا ثم نقف الباب المسح الضوئي ثم نضع نسخ بالأسود أو الألوان والطابعة لا يوجد موضوع أن تكبر وتصغر حجم البطاعة الهوية أو لا يوجد تصغير وتكبير ثم نقف البطاعة ثم نقف البطاعة ونقف البطاعة ونقف البطاعة ونضعها في درج الورقة بالطريقة ثم نفتح البطاعة ونقلبها في نفس المكان في نفس المكان بالضبط وتسيب المسافة التي قلت لك عليها ثم نقف الباب المسح الضوئي ثم نقف الباب المسح الضوئي ثم نقف البطاعة بالأسود كما ترون الثورة نفتح البطاعة بالضبط والعلى وسحط البطاعة الأولية ثم نقف الباب المسح الضوئي ثم نختار تصوير هي الطوابعة طوابعة بسيطة جداً لا يوجد أي استخدام يعني لا يوجد تكبير وتصغير وتغمير وتفتيح تمام؟ الوش الأولين ستمسك الوش كما تقلبوه كما هو وتضعه في درج الورقة وتأتي عند البطاة الهوية تقلبها ولكن ستقلبها تحت شوية ونقف الباب بين الماسحة الضوئي ثم تصوير كما ترى صورت البطاة الهوية على الوجهين ولكن في نفس الورقة أو في نفس الوجه وبذلك انتهينا من موضوع حالية اليوم أتمنى أن نعجبكم أتمنى أن نعجبكم منتظر أي سفسار لكم بخصوص تبعات كانون كان معكم أحمد الساد من القناة كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته